اكد سعادة السيد سامير بن عبداللناس رئيس وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين المشارك في عمال مؤتمر العمل الدولي ان العدالة الاجتماعية وحقوق العمل ركن اساسي في سياسات مملكة البحرين التي تنتهجها في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتحرص على تطبيقها باعتبارها جزءا لا يتجزى من سياستها التنموية الشاملة القائمة على الاستثمار في المواطن البحريني واكد ناس على موقف البحرين الراسخ مع الدعوات التي تبنتها الدورة الحالية للمؤتمر بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة خاصة في ظل المتغيرات العالمية واثرها على تنمية الموارد البشرية واضف في كلمته التي ألقاها أمام الدورة الثانية عشر بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جينيف بسويسرا أن الدورة الكبيرة والمتعاظم لمملكة البحرين في إطلاق المبادرات المؤهلة لصناعة بيئية عمل لائقة وصحية يتحقق فيها المزيد من الاستثمار والأمان الوظيفي واستدامة نمو سوق العمل هو نتاج عمل مستدام لتطوير آليات مفهوم العمل اللائق من خلال تفعيل الشراكة بين أطراف الإنتاج منوها بإيمان مملكة البحرين بأهمية وجود عقد اجتماعي متجدد عماده حقوق الإنسان وقوامه الحوار والتعاون وإعلاء ثقافة السلام والرخاء وتكافؤ الفرص والبناء التنموي المتصاعد للتغلب على التعقيدات وإيجاد الحلول متى وأينما دعت الحاجة إليها وصولا للشمولية والتوازن والإنصاف من خلال تعزيز الديمقراطية في عالم العمل نحن في اتحاد الغرف العربية نؤمن بأهمية بناء وتعزيز التعاون المشترك مع كافة المنظمات الدولية منها منظمة العمل الدولية وذلك في إطار نهج الاتحاد نحن نحو تمثيل كافة القطاعات الاقتصادية عربيا واغليميا ودوليا وبلورت مواقفهم اتجاه القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة كما أن من أهم أولوياتنا خلال الفترة المقبلة التركيز على دعم واحتضان غيادة الأعمال في العالم العربي اتساقا مع مخرجات القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت مؤخرا في مملكة البحرين بما يعزز فرص العمل ويحقق التنويع الاقتصادي ويضاعف الانتاجية الأخوة والأخوات لا يمكنني هنا ونحن نتحدث عن آليات تطوير مفهوم العمل اللائق من خلال تفعيل الشراكة بين أطراف الانتاج الثلاثة أن أغفل الدور الكبير والمتعاضم من مملكة البحرين في إطلاق المبادرات المؤهلة لصناعة بيئة عمل لائقة وصحية يتحقق فيها المزيد من الاستثمار والأمان الوظيفي واستدامة نمو سوق العمل فضلا عن دورها في رفع معدلات التوظيف والحفاظ على معدل البطالة في حدود آمنة انفاذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين التي تصب في تعزيز معايير العمل وضمان توافق التشريعات العمالية مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين كما نحن مؤمنون بأهمية وجود عقد اجتماعي متجدد عماده حقوق الإنسان وقوامه الحوار والتعاون وإعلاء ثقافة السلام والرخاء وتكافؤ الفرص والبناء التنمو المتصاعد للتغلب على التعقيدات وإيجاد الحلول متى وأينما دعت الحاجة إليها وصولا للشمولية والتوازن والأنصاف من خلال تعزيز الديمقراطية في عالم العمل السيدات والسادة أخيرا وليس آخرا نأمل أن تكون كلمتنا التي ألقيناها اليوم بمثابة دعوة لتحقيق السلام ونصر للإنسانية وتعزيز حماية حقوق الإنسان والتي من بينها حقوق العمال في كافة بقاع الأرض وأن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح الأطراف العمل الثلاثة العمال وأصحاب العمل والحكومات طامحا في أن نجد وسائل جديدة تخدمنا جميعا وتلبي أمال وتطلعات مجتمعاتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر